اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الفقرة الصحة النفسية هي الفقرة الأخيرة بحلقتنا لليوم رح نحكي فيها عن الانتواء الاجتماعي هذا الشيء اللي بيأثر على الأطفال والشباب بطريقة يمكن الأهل ما بيعرفوا أديش هي خطورتها رح نحكي بهذا الموضوع معنا أخاصية الإرشاد النفسي الدكتورة سامية جبري أهلا وسهلا فيك صباحك سعيد نورتنا اليوم دكتورة دكتورة هذا الموضوع يمكن الانتواء الاجتماعي أو الانعزال الاجتماعي يمكن احنا ما بنلاحظه مباشرة على الطفل ولكن يمكن له قبل هيك يمكن إشارات أو مواشرات بالبداية خلينا نعرف مشاهدينا شو هو الانتواء الاجتماعي هو بيبلش يا إما مع الطفل من هو وصغير يا إما في المراحل المراهقة اللي هي بتتبلش نقول من عمر 14 وليوصل عمر 18 وطالع البداية بيبلش أن الطفل ما بحب يكون قاعد مع الناس بحب يكون منعزل بالبيت ما أي حدا مثلا بقول له خلينا نطلع مع بعض لبرة حتى لو كان كالعاب أو بده يعمل أي إشي ينبسط في الطفل ما بحب لو بده يلعب إشي في البيت بحب يكون إشي هادي كتير ما يبين شغله فيه لأنه بيكون خايف اللي قدامه ينتبه عليه أو يأخذ يعني يشوف أنه هو عم بيعمل إشي غلط فإذا عمل إشي غلط بحسب الزم فبدو يضل منزوي عن الجميع وما يبين أنه هو عم بيعمل إشي معين ويطلع أنه هو بالآخر إشي سيء فيأثر عليه ويطلع نظرة الناس لإله أنه هو فيه خلل أو فيه نقص إش العوامل دكتورة اللي بتخلي الطفل يصير عنده هذا الانطواء يعني ممكن هاي الشي يعني زي ما قلت أنه مش الكل يعني عندهم نفس الشي شو العوامل اللي بتساعد أنه مثلا هذا الطفل يكون عنده هاد انطواء مثلا ممكن مرات في البيت نفسه منلاقي أخوان مثلا بنفس الأوم نفس الأب نفس البيئة المحيطة ولكن طفل بتلاقيه اجتماعي ويحب الناس ويطلع وبيروح وبيجي أخو مثلا عنده شوية خجل يمكن هي بتبدلش خجل في البداية هي بفلش خجل فنحكي شوية كيف العوامل ممكنها يتأثر هلأ بالبيت مثل ما حكيتي ممكن يكون طفل كتير عادي ما عنده مشاكل لنقول الخجل أو الانطواء أو طفل يكون فيه عنده مشاكل هلأ فيه أكتر من تأثير فيه عندنا أول إشي البيت نفسه وفيه عندك المجتمع نفسه اللي الطفل أو الشخص بطلع عليه وفيه عندك المدرسة فإذا البيت نفسه ما كانت الأهل عم بيعاملوا الطفل بطريقة يحسسوا أنه هو مذنب أو أنه هو شخصيته مش منيحة أو هو فاشل أو هو مش ناجح فهونما نحط السبب الأسرة ممكن أن نرجع للمدرسة إذا المدرسة كانت المعلمة عم بتورج الطفل أنه هو فاشل وأنه هو إنسان مشاطر وأنه ما بقدر يتحمل أي مسئولية ودائما عم بتلقبه بألقاب سيئة فهو هيصفي يحس أنه بالنقص فبيصفي شعور يعني الكلمة بتأثر عليهم الأطفال هم أذكياء يعني ممكن لازم تعملهم بأسلوب على قدهم ولكن هم بفهموا كل شي حولهم تمام فإذا كانت المعلمة قاعدة عم تتعامل مع الطفل بطريقة سيئة أو بطريقة تبين له أنه إنت قيمتك كثير قليلة فهو بيصفي ما عنده ثقة في حاله فبتقل كل هذا بيأثر أنه يقل من ثقته في حاله كمان إشي تاني بيأثر إذا كان الشخص في عنده في جسمه نفسه مشاكل فيها مثلاً اللي بيكون عنده وحمر بالوجه اللي بيكون في عنده إشي في إيده أو إشي في رجله وكمان في ناس مثلاً حتى متل ما بيشوفوا أنه أي لون شعرها كتير غريب مثلاً إذا كان لونه أورنج أو إذا كان لونه غريب دارج بيعتبرون الناس مثل كأنه شي بدل ما يكون ميزة شي عب حتى لوان البشرة يمكن الداخل حتى مثلاً الناس اللي عندهم نمش كتير صح بيضطروا أنه لا ما بدنا وما بدنا نورجي هذا الإشي فبتصفيه هو خجلان من نفسه ما بده يطلع قدام المشتمع معنوه بيكون إشي عادي فهي أمور كتير بتأثر كمان إذا الأهل قدام الناس قاعدين بيقللوا من قيمة الطفل أو قيمة الولد في العيلة إذا بدوا يعمل أي إشي بقولوا آه هو منيح إذا عمل هيك هو منيح إذا ساوي هيك فهو يحس إنه هو أصلاً ما له داعي ومش مهم مثل ما حكينا قبل شوية كمان نفس الشي بيقل من قيمته فبصير بده ينزوي ويضل حاله وما يختلط مع الناس وكمان إذا قدام الغرباء مش بس العيلة أي حدا غريب كمان عملوا بطريقة سيئة وضلهم يقللوا من قيمته كمان هذا إشي بيأثر والإشي الثاني التحذير للزيادة في أي شيء يعني مثلاً لا تعمل هيك لا تساوي هيك لا تساوي هيك في كل شيء فهو يصبح خايف إذا أنا عملت هيك راح أتبهدل فلا خليني ما أطلع ما أعمل وما أساوي أحسن فهي الأمور كتير بتساعد أن الطفل يصير في عنده النعزال الدكتورة إيش الفئة العمرية اللي أكتر ممكن أن يتأثروا بهذا الشيء يعني هل هم الأطفال الصغار مثلاً عمر المراهقة مرات في ناس منشوفهم يعني جد في عمر المراهقة يعني بتلاقي عن جد عنده إنعزال ما يلا نطلع مع الشباب أو مع الصلاة ما بيطلع في بيته ممكن في ناس كمان حتى منلاحظهم اجتماعي طلنوا في البيت مع أهل ومع عائل تقاعد مع إخوان وكذا خذي هذا الشخص وقاله اطلع برا البيت بيكون شخص ثاني ما بحب يطلع بسح كثير ما بيحكي كمان وممكن حتى تلاقي إنه ارتبك هلا إذا نقول المراهقين ما بيحبوا يطلعوا مع الناس اللي أكتر منهم في أكتر من إشي بيخليهم ما يطلعوا طمع مرات مش يعني إذا حكيتي إذا البيت نفسه ما فيه إشي فإذا بدنا نطلع لبرا نفس البيئة اللي هو فيها هنا ممكن يكون يا إما بحس حاله اقتصاديا وكوضع مادي في البيت أقل من الناس اللي معوا صحابه فهو ما بده يطلع عشان بحس حال أقل منهم أو اجتماعيا كمستوى كمان بحس حال أقل منهم فما بحب يطلع معاهم ونفس الإشي مثل ما حكينا قبل شوي إذا كان فيه خلل في جسمه فهي الأمور بتساعد كشخص إنه ما بده يطلع مع الناس اللي معه هذا كننقول المراهقة أما إذا كان ننقول يعني أنا أكتر عمر بظهر فيه الإنعزال هو بيبلش من هو صغير وبيزيد يا إما إحنا كأهل في البيت منساعد إنه يقل أوكي فهون ما رح يزيد بس يكبر أما إذا ضل زي ما هو رح يزيد ورح يضل معه هو كبير فهون لازم إحنا ننتبه على الطفل بالأشياء اللي بتصير معه ونكون مركزين إنه هذا مثلا مش خجل هذا مش إشي عادي خلينا نعالجه من الأول عشان ما يتطور الإنعزال ويصير إنه في عنده اضطراب والآخر يوصل فإحنا دائما كأهل أو كمدرسة حتى المدرسة نفسها إلها كتير دور كبير إنه يبين الطفل في عنده هذا الإشي أو مش موجود أصلا لازم تكون دكتورة متابعة بين الأهل والمدرسة ما نحكي إحنا عن أنه أطفال ويبليش معهم منهم صغار يعني حتى ممكن في أطفال منشوفهم في المدرسة لما مثلا بيدرس مع أمه في البيت دروسه بتسمع له بيكتب بيجي مثلا بالصف قدام زملائه بيخاف إنه حبيب مثلا إطلع أكتب أعمل الإنشودة غني كذا كمان نفس الشيء إنه بحسب الخجل أو ما يعني مشتحيل إنه مثلا يحكي ولا كلمة حتى هنا الدور على المعلمة بالصف تمام مش الأهل لأنه الأهل قد ما حاولوا إذا المعلمة وعنفت الولد وحكيت معه بطريقة سخرية مثلا وحكيت معه بأنه قللت من قيمته أنه أنت شو اللي عم تحكي أنت أهبل أو الكل اللي عم تحكي ما إلو داعي أو أنت دائماً بتغلط أنت مشاطر أنت كل هذا الحكي الولد وهو صغير بالصف إذا نحكي له لو عنده مرة الجاي بدي يعمل أو بدي يساوي أي شيء ما رح هذا يفكر أصلاً إنه يكمل بيقول خليني لحالي ولا أسمع شي كلمة بيقول خليني لحالي ولا أسمع لمعلمة عم تحكي أما بدك تيجي للبيت أمه بتكون عم تدعمه وعم تحكي معه بطريقة بتبين له أنه أنت شخص كتير شاطر أنت لازم تكون واثق من نفسك فهونا الأهل عم بساعده أما بالمدرسة لأ ما بالإنكرة الدعم ما عم تساعده وما في الدعم من المعلمة فما رح أبداً نشارك دكتورة ما هي المظاهر اللي بدلنا إنه مثلاً هذا الشخص عنده أنتوا يمكن فيه مظاهر يمكن بالشكل أو تصرفات يمكن خلينا نحكي عنها شوية بعد إذنك هناك أكتر من ناحية بيبين فيها الطفل أو الشخص فيه عنده إنعزال اجتماعي أو ما عنده أول إشي نقول الإشي النفسي نبلش فيه واللي هو بيكون يعني نفسياً بحس دائماً إنه فيه خلل أو هو ناقص أو هو في عنده إشي في حاله هو سيء فبيضل دائماً بيحكي حتى مع حاله بأفكار سلبية حتى لو لي حواليه ما أعطول الإشي الكتير كبير إنك أنت سلبي ممكن بس بكلمة صغيرة هو بيكبرها براسه بيظل يحكي فيها بيظل يفكر فيها بيظل يفكر فيها الإشي الثاني دائماً بيكون خلص بس بده يضل قاعد مع حاله وما بده يتصل مع الناس اللي حواليه ولا يتعامل مع الناس اللي حواليه جسدياً بدنا نقول كيف يبين أول إشي إذا كان دو يطلع مع الناس أو بده يحكي مع الناس أول إشي وجهه رح يصير أحمر ألوان فهذا أول إشي حيبين عنده ثاني إشي ممكن يصير يتأتأ كمان بصير قلب النبضات القلب عنده كثير كثير بتتسارع مش شوي لأنه بيكون كثير خايف ولو فرضاً بده يطلع ويحكي حيتراجع سيكون هذه الأمور كلها مبينة يعني قدام الأهل أو قدام المدرسة أنه هو محضر وهو مساوي وهو عامل لما بده يجي يطلع بتراجع مع أنه هو مجهس كل شيء فهون دائماً إحنا لازم نكون هذا متبهين على يعني لازم نكون الأهل يكون شوي واعيين على هاي المؤشرات أنه مش كل شيء يخطو عادي صح أنه عادي هو خجل مطلع أوكي فيه خجل وفيه خوف بس فيه خوف يسيطر عليه عادي بس فيه مرات لا بزيد عن حده فأنا هون بلازم كأهل أشوف أنه فيه نقطة غلط وحتى كمان لمعلمة فيه إشي غلط هذا كتير يعني لازم الكل ينتبه له تمام دكتور هلأ بالمدارس دائماً في كل مدرسة يكون فيه مشهد نفسي ليساعدوا الطلاب مثلا إذا ممكن يعني بالمدرسة بتاع فيه الطلاب بيقضوا وقت صويل في المدارس ممكن يصير مثلا موقف بين طالب ومدرس ممكن بين الطلاب بينهم بين بعض يعني دائما الاحتكاكات موجودة نحكي شوية عن دور المرشد الاجتماعي كيف ممكن أن يساعد الطلاب يعني مرات ممكن شخص جديد مثلا إحنا نعرف مثلا أي جسم غريب يفوت على أي مكان محارب طبعا هذه قاعدة معروفة لو كان هذا الشخص منيح لو كان هذا الشخص عنده مؤهلات لو كان فعلا صفاته كويسة ولكن حدا جديد الكل يريدوا يحاربه فمنشوفه كثير بمدارتنا يجي طفل جديد عليهم من مدرسة بتلاقي الكل هذا الجديد هذا الشيء ينحكي سلبيا على شخصية هذا الطفل نحكي شوي عن دور المرشد الاجتماعي في المدرسة ليقدر أنه يسيطر على يمكن هالمواضيع الصغيرة اللي بتأثر على شخصية الطفل وتحصيله العلمي أيضا المرشد النفسي في المدرسة طبعا له دور كبير كثير في أنه يحسن من سلوك الطلاب في المدرسة وأنه يعالج المشاكل اللي أصلا عندهم ياها لنقول المشاكل الصغيرة اللي هي أصلا لما لقدام الضر تكبر فإحنا منلاحقها من الأول في المدرسة عن طريق المرشد اللي بيكون النفس اللي موجود في المدرسة مثل ما قلتي رح يجيوا طلاب جداد على الصف ورح تصير فيه مشاكل فدور المرشد في المدرسة أنه أول شيء يقعد مع الطفل نفسه قبل أن يفوت الصف يقول له أنه فيه أشياء أنت حت تقابلها في هذا الصف فيه ناس معينين جداد أنت رح تتعامل معهم فلازم أنت تكون عادي أنك أنت فتت على مجتمع جديد تتقبل هذا المجتمع هذه أول شيء ويبين له أنه هو زي أي شخص ممكن يغلط بالصف فإذا أنت غلطت لا تحس حالك أنك أنت مزنب وما تحس أنك أنت ناقص ما تحس أنك أنت فيك خلل بالعكس كل البني آدم بغلط فهون إحنا بينا له أنه أي شيء أنت بتعمله بس ولكن في الحدود المقبولة عادي وليس مضطر أنك أنت تحس حالك أنك أنت مزنب أو أنت في عندك خلل أنت عم بتساويه في الصف والمجتمع اللي هو فايت عليه مجتمع جديد ولازم أنت شوي شوي تحتك فيه وبالآخر رح يتقبلوك وتتقبلهم هذا كالطفل نفسه أو الشخص اللي بيجي على الصف جديد ونفس الإشي على الطلاب الشفاء الموجودين في الصف بيدخل المرشد ويحكي معهم أنه فيه شخص جديد رح يجي عندكم لازم يكون تعاملكم معه لطيف لازم تكونوا أنتو تحتووا مش تحسسوا أنه غريب على الصف أو أنه حدا غير مرحب فيه أو غير مرحب فيه فأكيد فيه له دور المرشد وأنه يحكي معهم ورح يتقبلوا هذا الموضوع لأنه حيفاهمهم أنه كل طالب فيكم مر في هاي المرحلة فإذاً خلينا إحنا نكون مع الشخص اللي رح يجي جديد على الصف لكي لا يشعر حاله أنه غريب أو هو شخص جديد على الصف دكتوري نتحدث عن العلاج يعني شو هي مراحل العلاج وإذا كان الشيء مثلا بأوله وكيف إذا كان مثلا مرحلة متقدمة ممكن يعني أنه صدفتي ممكن حالات أنه شخص إجاكي مثلا مرحلته متطورة مثلا نتحدث عن هذا بفعد إذنك هلا كعلاج دائما الأمور زي هاي طبعا كلها علاجها بيكون نفسي معرفي لأنه إحنا بنتحكم بالأفكار دائما هذه الأمور هي بتكون بالآخر فكرة عند الطفل وهو بيكبرها بوصلها أنها تصير أكتر جزال بي يعني فحتكبر تكبر تكبر عند الولاد وخلص حتصير مسيطرة عليه كتير فإحنا دائما نحكي مع الولاد بس في الكلام وندعمه في الأشياء اللي بنحاول ندعمه فيها هلا أولا إذا كان الموضوع متل ما حكينا قبل شوي سببه جسدي أو عاها في الجسم نفسه لازم نبين للطفل إنه الإشي اللي أنت فيه عادي فإنت لما بدك تمشي لا يتقبل نفسه شو فيها طبعا الناس ممكن تحكي بس أنت مش لازم أبداً تفكر باللي هن بيحكوه لأنه هذا إشي برجالي إلهم مش لإلك أنت أنت هذا لازم تتقبل نفسك لازم تتقبل الإشي اللي عندك لأنه هذا إشي عادي ومش أنت سببه صح يعني أهم إشي هذا الموضوع الشخص يعرفه لأنه هون ساعتها بتزيد من الثقة في نفسه ببطل يحس في النقص اللي عنده والشعور اللي عنده أنه أنا أقل منهم وأنا في عندي إشي غلط أو أنا إنسان أصلاً سلبي أو مش منيح وما إلي داعي في المجتمع بالعكس أي شخص في المجتمع لازم يكون إله دوره وأي شخص في الحياة يعني فيه إله سببه ومخلوق علشانه هاي أول إشي لازم الشخص أو الطفل يكون واصل إله أو يوصل له الإشي الثاني كمان إنه دائماً نحاول في البيت نعزز الطفل ونحكي له كلمات إيجابية مش سلبية عشان في الآخر ونقول له أنت اللي عم تعملوا إشي سلبي يعني مرات الحذر اللي زيادة يمكن بنعكس سلبياً على الأطفال يعني واحد لازم يكون باعتدال في نهاية الفقرتنا لليوم نشكر أخصائية إرشاد النفسي الدكتورة سامية جبري شكراً جزيلاً ونهارك سعيد مشاهدينا هايك بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم بجدد لقاءنا معكم كالعادة السابعة صباحاً بأمان الله موسيقى